أكد عدد من نوابي مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن قطاع الثروة السماكية له أهمية كبيرة ولا ينكر أحد الجهود التي قامت بها الدولة التي تكون الأولى إفريقيا في هذا القطاع السماكية هي جزء مهم جدا من تحقيق الأمن الغذائي المصري اللي يعتبر أمن قومي في المقام الأول هناك تحديات حتى هذه اللحظة لم نحقق ما ننشده وما نستهدفه خصوصا للقادة السياسية لديه اهتمام كبير جدا في هذا القطاع والاهتمام به لسه حتى هذه اللحظة لم نحقق أو نسد الفجوة ما بين الاحتياج أو العرض والطلب حتى هذه اللحظة هناك تحديات خاصة في الاستزاع السماكي خاصة بالصيد في السواحل وفي البحيات خاصة بإدارة البحيات في حد ذاتها موضوع يتعلق بالسياسات العامة التي تتخذها الدولة بجدية تجاه هذا الملف لأنه طول الشواطئ المصرية يعني مفروض يكون قدرتنا أعلى على الإنتاج يمكن في عام 22 كانت الدولة المصرية رقم واحد في الإنتاج السماكي في قرة أفريقيا احنا مش عارفين السنة دي لسه مؤشرات ما ظهرتش لكن في النهاية ما فيش اكتفاء ذاتي يتصق مع ما جاء في الخطط المقدمة من الحكومة للمجالس النيابية لابد أن يبقى فيه حزمة من السياسات الحكومية المحفزة لهذا القطاع أولا فيما يتعلق بصغار المزارعين نحن نشوف إزاي نحن نقدر نديهم الإمكانيات اللازمة لهم إن هما يحصل لهم نمو وازدهاروا إن هما يقدروا يشتغلوا مع بعض ويكونوا شركات حتى بينهم من بعض لشان يقدر يحسنوا من الإنتاج بتاعهم اشتركوا في القناة